وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وذلك عن طريق معبر رفح بالتنصيق الكامل والمسبق مع الأشقاء المصريين كما وجه جلالته بتحديد الاحتياجات المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة وتنفيذا لتوجهات جلالة الملك بدأت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتجهيز مساعدات طبية وإغاثية طارئة للوقوف بجانب الأشقاء في قطاع غزة وسيتم تأمين وصول المساعدات من خلال معبر رفح بالتنصيق مع السلطات المصرية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وأعلنت الهيئة عن فتح باب استقبال التبرعات العينية والنقضية لصالح الأشقاء في قطاع غزة عن طريق حسابها